انهم يدقون ناقوس الخطر في حمص الفوق بالاغوار الشمالية يحاولون جمع ركام نكبتهم بعد هدم جرفات الاحتلال لمنشآتهم السكانية اكثر من خمس وثمانين مواطنا فلسطينيا غالبيتهم من الاطفال يواجهون برد الشتاء القارس وخطر الترحيل القصري يريد جيش الاحتلال تحت وطأة قراراته العسكرية وانتهاكاته المستمرة ترحيل التجمع البدوي لمناطق شرق نابلس العزيمة قوية بإذن الله رح نبني ورح نستذري ونذري اطفالنا ونقويهم من البرد ومن الشمس كمان والجيش الاحتلال قد ما يضغط علينا رح نبقى صمدين في هذه الأرض بإذن الله ولو بضحك علينا وبخادع فينا يعمل بديل حتى ينقلنا من هذه الأرض مش رح نرد عليهم ولا رح ننقل من هذه الأرض إن شاء الله نكبة حمصة تضاف لنكبة إبادتها قبل نهاية العام المنصرم حيث تمكن الفلسطينيون من إعادة بناء ما دمره الاحتلال قبل هدمه مرة أخرى أمس تحت بند المناطق العسكرية المغلقة سيطر الاحتلال على أكثر من أربعمائة ألف دنم من مساحة الأغوار الإجمالية في الغالب تتحول هذه المناطق المصادرة لبؤر استيطانية تهجير، ترحيل، هدم، تضييق، مصادرات، اعتداءات، انتهاكات كل هذا متكامل حتى تفريغ بالفعل الأرض كي تكون بلا شابع كي يتم السيطرة عليها وعلى مدخراتها وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد بدأت الاعتصام المفتوح داخل التجمع لدعم صمود السكان في إحباط المساعي الإسرائيلية في المنطقة أن تتحول التجمعات البدوية إلى خراب هو ما يسعى الاحتلال لتنفيذه عبر استهداف مقومات الحياة البسيطة لدفع الفلسطينيين على الرحيل القصري فما حدث في حمص الفوق هو جزء من مخطط إسرائيلي للسيطرة على الحدود الغربية لنهر الأردن خالد بدير قناة الغد من تجمع حمص الفوق البدوي الأغوار الشمالية